اشتركوا في القناة ميدان الطي على مدى عشرة اشواط وبنانا التوجهة السامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدان الهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه واخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة وتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نائب رئيس الدولة ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي ثاني أسابيع هذه المكرمة في شهر سبع حيث تأتي سنويا هذه المكارم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان حفظه الله ورعاه ثاني أسابيع هذه المكرمة مخصصة لسن الحقائق حيث نسير مع مسافة الثلاثة كيلو مترات المخصصة للفئة العمرية لسن الحقائق قبل قليل أعلنت اللجنة المنظمة لميدان الطي انطلاقة أول الأشواط الخاصة بالأبكار نرحب بجميع الأخوة الحاضرين المتابعين المهتمين بهذا الموروث والمهتمين بانطلاقة سباقي هذا اليوم نرحب بكم جميعا فأهلا وسهلا بالجميع على البداية والمقدمة والصدارة يأتي شعار بن حزيم يتقدم مع وجود جواهر عبدالله بن سالم بن حزيم إلى مقدمة هذا الشوط المركز الثاني هنا تتقدم وتسير في هذه الانطلاقة الرياضية لعبدالله بن مرة بن حلوة حيث يقدم الرياضية في ثاني المراكز ثلاثة كيلو مترات مسافة التحدي والانطلاق في هذه المشاركة المركز الثالث يصل مشاهدين الأعزاء شعار بن دري هنا يتقدم مع بروق صعيد بن سالم بن دري يحتل الآن المركز الثالث بينما المركز الرابع وصلت قمة لمحمد بن مبارك الامطيوعي يأتي على المركز الرابع والمركز الخامس يتقدم بن دري مع وجود بروق كذلك في هذه الانطلاقة والصائلة من تحتل لهذا الموقع ها هي النتيجة يا الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء للمراكز المتقدمة في انطلاقتي هذا الشوط الشوط الأول الشوط الأول مزته غير في انطلاقته وفي تحدي عودة إلى الشاعر عبدالله بن سالم بن حزيم حيث يتقدم يقدم لنا هذا الاسم يقدم لنا هذا الاسم ما شاء الله جواهر اسم على مسمى اسم على مسمى حيث تتقدم جواهر إلى المركز الأول مقدمة هذا العرض هذا العنوان التقليدي المميز حيث تسير إلى قمة الأداء وروعة المنافسة في ميدان الطي في ميدان الطي ما شاء الله تبارك الله أول الانطلاقات وجواهر مسيطرة بينما الرياضية في المركز الثاني عبدالله بن مربن حلوة يأتي على المركز الثاني مقدما الرياضية مقدما الرياضية الثنتين في تنافس أصحاب الأرض أصحاب الجمهور أصحاب الميدان لا زالوا في مقدمة هذا الشوط على المركز الأول على المركز الثاني بن حزيم مصيطر بن حزيم مصيطر ربط الأحزمة بن حزيم وأقلع في ناموسي هذا الشوط حيث يسير بالتحية حيث يسير بالسلام إلى هالي الخوانيج في أول الانطلاقات يا بن حزيم عبدالله بن سالم بن حزيم إلى المركز الأول إلى ناموسي هذا الشوط ها هو بن حزيم أمامكم مشاهدين الأعزاء بدون أي منافسة على الإطلاق يختم هذا الشوط الأول ينتزع الشوط الأول في هذه المكرمة في هذه الجائزة جائزة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان حيث يتقدم إلى المركز الأول في ميدان الطي في ميدان الضو هذه أمامكم جواهر جواهر تنتزع أول الأشواط أول النواميس الصباحية عبدالله بن سالم بن حزيم تهانين والناموسي المركز الثاني لحظات الوصول إذن من خلال وجود الرياضية عبدالله بن المر بن حلوة قدم ثاني المراكز في هذه الانطلاقات المركز الثالث وصولا من خلال وجود بروق يأتي سعيد بن سالم بن دري يحتل المركز الثالث المركز الرابع هناك تقدم من قبل قمة محمد بن مباركة المطيوعي وخامس المراكز يأتي شعار بن دري أربع دقائق وتسعة وعشرين ثانية ما شاء الله تبارك الله حيث قدمت جواهر هذا الأداء الجميل